اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2023 تم الاحتفال ما يقولون او ما يسمونه يوم القضاء العراقي الذكرى السادسة يقولون يعني هذا الاحتفال السنوي السادس يوم القضاء العراقي هذا مناسبة قروها في العراق عام 2017 ويحتفلون بها كل سنة اللي يهمنا في هذا ماذا تحدثوا عن يوم القضاء العراقي رئيس مجلس القضاء العرا تحدث بكلمة قال بالنص وهو ما يهمنا قال القضاء المستقل اهم مؤشرات اهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه لانه الضامن للحقوق والحريات طبعا هذا الكلام صحيح جدا كل قضاء مستقل هو مؤشر الدولة الرشيدة ينعم بيهم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه لانه الضامن للحقوق والحريات هذا واقع حال لكن السؤال هو هل هذا هو اطار القضاء العراقي فعلا هل في العراق دولة رشيدة او هل في العراق دولة اساسا لكي تكون رشيدة الدولة الرشيدة من مميزاتها يعني لديها معايير كثيرة عدالة متحقق قانون هو الاساس رفاهية تعليم جيد خدمات جيد احترام لحقوق الانسان احترام لواجباته سيادة كاملة استقلال كامل الانسان المناسب في الموقع المناسب احترام لشهادة احترام لصحته لمتطلباته لكل حقوقه تلبية كل حقوقه واحترام حقوقه في الاختيار وفي العيش هل هذا متوفر في العراق يعني هذا واحد من الاسئلة يعني كيف يمكن الحديث عن ان القضاء المستقل هو اهم مؤشر على الدولة الرشيدة في بلد لا فيه دولة ولا رشيدة ولا استقلال القضاء ولا هذا واحد الرئيس الوزراء الحالي تحدث ايضا قال انه يعني في يوم القضاء ايضا القضاء العراقي نجدد التزامنا بدعم القضاء والعمل من اجل استقلاله وبسط هيبته القضاء العادل هو الضامن الاول لحفظ الديمقراطية وصيانة ببادئ الدولة والسؤال هنا مرة اخرى هل في العراق ديمقراطية لكي يصونها ويحفظها القضاء يعني هل هي موجودة ديمقراطية هذا الشعب اللي يطلع يتظاهر تضربوا بالرصاص وتقتلون الف من هنده وتجحون ثلاثين الف وطوال هذا اخر تظاهرات في تشريد اخر ثورة للشعب العراقي ثورة شعبية اقصد قبلها كثير مثل اوه اقتلتوهم ناشطين واغتيالات ولحد لا لم تقدموا شخصا واحدا للعدال طرف ثالث معرف منه اقتلهم والميليشيات هي التي قتلتهم هي الحاكمة فهل في العراق ديمقراطية فعلا لكي يشكل الحكومة ما اقل من 13% من الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مسمية بالانتخابات لانه 85% من العراقين قاطعوا هذه الانتخابات و13% هم شاركوا واللي فاز بهذه الانتخابات من الذين شاركوا هي كل ميليشيات وقوى امنية وقوى تابعة لهذا الحزب او ذاك حتى الذين فازوا في هذه الانتخابات انسحبوا والذين خسروا هم الذين شكلوا الحكومة هل هذا يعني انه كو ديمقراطية هذا السؤال السؤال الاخر يقول وصيانة مبادئ الدولة والسؤال المهم ايضا هل هناك في العراق دولة لكي تكون لها مبادئ ويجب صيانتها من قبل القضاء من يتحدث بشيء عليه ان يتحدث بشيء واقعي وملموس وموجود على الارض اما ان يتحدث عن خيال هذه قضية اخرى رئيس البرلمان الحالي ايضا تحدث في يوم القضاء وقال نستذكر دور الاسرة القضائية في تحقيق العدالة وصيانة الدستور وحماية حقوق الشعب الله اكبر والسؤال هنا للمرة الثالثة هل في العراق عدالة فعلا؟ يعني مثل ما يقول تحقيق العدالة هل هناك في العراق عدالة فعلا؟ عشرات الالاف من المغيبين بالسجون متهمين بدون محاكمات معتقلين؟ مغيبين تحت التراب وغير مماكن وفي سجون من الميليشيات ولا احد يدري ويتحدث عن عدالة؟ الذي يدخل للقضاء القضاء مسيس يحكم لهذا وهذا ليس بنفس الحكم حتى لو كانت القضية واحدة؟ وانت تتحدث عن عدالة؟ طيب صيانة الدستور وحماية حقوق الشعب هو هل فعلا للشعب العراقي حقوق ويصونها القضاء؟ إذا كانت للشعب العراقي حقوق ويصونها القضاء وين حقوقها؟ حقوقها في التعليم الجيد حقوقها في الطبابة الجيدة في الخدمات في الحياة الطيبة في العمل في المشاركة في بناء مزدهر في بلد مزدهر في بلد ذو كرامة ذو خدمات أمن كل شيء مفقود فوضى سياسية وفوضى اقتصادية وفوضى أمنية وفوضى قضائية وفوضى في كل شيء وتتحدث عن صيانة حقوق حقوق تم صيانتها حماية صيانة الدستور وحماية حقوق الشعب وأي دستور هذا؟ ما هو الدستور وأنتم تعترفون تقولون مصيبتنا في الدستور الدستور كله كوارث وكل مطبات وكل ألغام ويوميا انفجر على واحد لكن هو من نفيدكم تعتبرونه الدستور لا شيء فوقه ويوم يكون معارضة يعني مبادئ لا تنسجم مع ما تريدونه يكون الدستور يعني لا شيء تتجاوزونه هذا واقع الحال فهين صيانة الدستور وين القضاء الذي يقبل بهذا الدستور اللي يفرق العراقيين واللي عامل العراقيين على أساس المكونات وليس المواطن ويقبل به القضاء الخلل في الدستور نعم لكن خلل أكو أكبر في القضاء الذي يقبل بهذا الدستور استمرار هذا الدستور ولا يقول كفها وعليكم أن ترموا هذا الدستور في سلة المهملات وتكتبونه دستورا عراقيا تناسب مع العراقيين ومع مواطنتهم هذا واقع الحال بالتالي لا يمكن الحديث عن حقوق العراقيين معتقلين بدون جرائم بجرائم تم تأليفه مغدورين تحكم ميليشيات فساد وفاسدين واختيالات وتعذيب هذا كله موجود دون تتحدث عن حقوق العراق واستذكر دور الأسرة القضائية الأسرة القضائية مغيبة العراق نعم فيه رجال القضاء وفيه عقول كبيرة لكن هل يستطيعون العمل؟ هل هذه الأسرة التي تعمل وتتخذ من السلطة القضائية واجهة لها هي فعلا معبر عن الشعب وعن القوانين؟ وهل هناك قوانين فعلا؟ تجيز لهذا البلد أن يصير بهذا الحال بعد عشرين سنة من احتلال وتدمير وتخريب وسيطرة الميليشيات؟ واقع الحال أن هذا الاحتفال مجرد نكتة ونكتة مبكية حقيقة يعني لا حدا يضحق عليها بالعكس تبكي الناس وتحزنهم وتدمي قلوبهم لأنه سيستذكرون كل العراقيين سيستذكرون أن لا أعدالة في بلدهم ولا قضاء لذلك هناك خصومات بين العشائر هناك مصايب هناك دجل يعني الكل يقضي بما يشاء ولا يذهبون للمحكمة لأنه في المحكمة قضية أخرى ومعرفونها مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم